بسم الله الرحمن الرحيم نبقى في شرح مقرر قضايا معاصرة في التربية الخاصة ومع الوحدة الرابعة مشكلات وقضايا الوقاية من الإعاقة ونتناول الدرس الثالث التدخل المبكر واحد الآن التدخل المبكر يشير مصطلح التدخل المبكر إلى الإجراءات والممارسات التي تهدف إلى تقييم خدمات متنوعة طبية واجتماعية وتربوية ونفسية للأطفال دون سن السادسة من أعمارهم الذين يعانون من إعاقة أو تأخر نمائي أو الذين لديهم قابلي للتأخر أو الإعاقة طبعا هنا تتفاوت كثافة وتركيز برامج التدخل المبكر حسب نوع المشكلة فالمدة الزمنية تختلف حسب كل حالة يعني كل طفل يتمثل الغرض من برامج التدخل المبكر المقدمة لهذا الطفل في مساعدة طفل ذوي الإعاقة على النمو والتطور إلى أقصى درجة يمكن الوصول إليها التدخل المبكر هو أولوية وطنية في كثير من دول العالم المتقدمة فقد سنت حكومات تلك الدول قوانين تنص على أهمية اكتشاف مشاكل الأطفال وعلاجها في وقت مبكر وذلك لعدد من المبررات نذكرها الآن أول شيء التدخل المبكر يخفف من الآثار السلبية للإعاقة أيضا التدخل المبكر يزود الأطفال بأساس متين للتعليم التربوي الاجتماعي للمراحل العمرية اللاحقة أيضا هناك جدوى اقتصادية للتدخل المبكر أيضا التعليم في السنوات الأولى يعتبر أسرع وأسهل من التعليم في أي مراحل عمرية لاحقة أيضا النمو ليس نتاج الوراثة فقط ولكن البيئة تلعب دورا حاسما وفعانا أيضا مما يزيد من أهمية التدخل المبكر أيضا لدي التدخل المبكر له أثر بالغ في تكيف الأسرة والتخفيف من الأعباء المادية والمعنوية نتيجة وجود حالة الإعاقة لو كملنا مبرات الدخل المبكر نجد أن السنوات الأولى في حياة الأطفال ذوي الإعاقة الذين لا يقدم لهم برامش دخل المبكر إنما هي سنوات حرمان أيضا التدخل النمائي قبل الخامسة من العمر هو مؤشر خط أحمر وأيضا الآباء معلمون لأطفالهم ذوي الإعاقة وأن المدرسة ليست بدينا للأسرة لا شك هذه النقطة هي نقطة حاسمة جدا أيضا مظاهر النمو متداخلة وعدم معالجة الضعف في أحد جوانب النمو قد يقود إلى تدهور في جوانب النمو الأخرى أيضا هذه نقطة مهمة جدا لو انتقلنا الآن نتكلم عن فريق العمل في برامج التدخل المبكر ونتناول هذا الفريق فرد فرد أول شيء اختصاصي النسائية والتوليد طبعا لعل أي أحد من الاقتصاصيين لا يستطيع أن يقوم بدور وقائي مثل الدور الذي يستطيع اختصاصي النسائية والتوليد القيام به فهو يقوم بدراسة السيرة المرضية للأسرة ومتابعة أي مشكلات صحية تعاني منها الأمة الحامل أيضا يقوم بالإرشاد الجيني وغير ذلك مما يستطيع اختصاص النسائية والتوليد القيام به في الكشف المبكر عن المشكلات أو الوقاية أيضا اختصاصي طب الأطفال والدور الذي يمكن أن يقوم به طبيب الأطفال يعني هو دور مهم جدا ألا وهو التعرف على الأطفال الأكثر عرض للخطر وفي الوقاية من الإعاقة فهو له أهمية كبيرة فهو غالبا ما يتابع الأطفال بشكل دوري منذ لحظة ولدتهم أو نستطيع أن نقول منذ نعومة أطفالهم أيضا طبيب العيون يقوم بتشخيص ومعالجة أمراض العيون ويقومه اختصاصي تقييم البصر بتشخيص الضعف البصري وأيضا ممكن التدخلات الجراحية والعدسات التصحيحية اللازمة الممرضات المرضنة عم تقوم بالتقديم مساعدة كبير للأطفال دوري العاقة وأيضا أسرهم ومربيهم من حيث التوعية الصحية العامة والرعاية الطبية الروتينية المعروفة اختصاصي القياس السمعي هنا يستطيع هذا الاختصاصي القيام بتقييم السمع للأطفال ليتم بتزويدهم بالمعينات السمعية إذا كانت لديهم حاجة لذلك أيضا لدي اختصاص علم النفس وهنا إسهامات تتمثل في تقييم النمو المعرفي والمهارات الاجتماعية والانفعالية من جهة وأيضا في المشاركة في تصميم وتنفيذ البرنامج التربو الفردي للطفل ذوي العاقة من جهة أخرى أيضا لدي الاختصاصي الاجتماعي وهو يساعد في تقييم وتحليل الظروف الأسرية والاقتصادية وتحديد الأطفال المعرضين للخطر من هذه الناحية أيضا اختصاصي اضطراب الكلام واللغة وهو يعمل على تطوير البرانج التربوية والعلاجية للوقاية من الإعاقة والكشف المبكر عنها ومعالجة ذلك لما نعلم أن اللغة تلعب دور حاسم في النمو الكلي لجميع الأطفال أيضا يوجد دي اختصاصي العلاج الطبيعي وهو يسهم في معالج وتأهيل الأطفال ذوي الإعاقة الجسمية بوجه خاص والأطفال ذوي الإعاقة بوجه عام أيضا اختصاصي العلاج الوظيفي وهو يركز على تطوير المهارة الحركية الدقيقة للأطفال ويدربهم في مجالات العناية بالذات والحركة واستخدام الأدوات المساندة والتصعية والتعويضية الفرق بين اختصاص العلاج الطبيعي واختصاص العلاج الوظيفي أن العلاج الطبيعي يهتم بالحركات الكبيرة مثل التوازن المشي إلى آخره اختصاص العلاج الوظيفي يهتم بالحركات الدقيقة مثل كيف يمسك الطفل القلم كيف يقوم بتركيب أزراره في القميص مثلا إلى آخره معلم التربية العام لا شك أن له دور أيضا وكثيرا ما يكون لمعلمات رياض الأطفال الذين يقومون على رياض الأطفال في الأوضاع المختلفة بالإحساس بوجود مشكلة نمائية لدى الطفل وليس لدينا شك في أن المعلم عند تقوم بتحويل الطفل إلى جهة المختصة يمكن أن تسهم في منع تدهور الأداء وفي تقديم المساعدة اللازمة أيضا الآن معلم التربية الخاصة معلم التربية الخاصة هو الذي يقوم فعليا بتصميم وتنفيذ خدمات الدخل المبكر سواء في المراكز أو البيوت وغالب ما يقوم بدور منسق أعمال الفريق وعليهم تقع مسؤولي تطوير البرامج التدريبية الفردية الملائمة بما تتضمن من تحديد مستويات الأداء في مجالات النمو المختلفة وتحديد الأهداف الطويلة المدى والأهداف قصيرة المدى والأساليب والوسائل المناسب لتحقيق تلك الأهداف أما أولياء الأمور فلهم دور كبير وخاصة في تثبيت التعليم والاحتفاظ بالتعلم الذي يأخذ الطفل في المركز أيضا طبيب الأنف والأذن والحنجرة حيث يعمل التشخيص وعليات جهاز النطق والسمع